مرحباً جديد يا شايف، كيفك اليوم؟ نعم، الحمد لله اليوم نحن محضرين براونيز وصلطة البطاطا سنبدأ بالبراونيز الأول نأخذ المقادير، تحضر أنا نصف كاسة زيت لباتي أنا كاسة سكر أنا نصف كاسة كاكاو أنا نصف كاسة طحين وأنا بيتين، أنا رشة ملح أنا بيكين باودر وأنا فانيليا وأنا شوكولات وأنا نقطعها أختيار الشوكولات بيكون لسد البيض الموجود والمتوافق؟ تماماً، ممكن سوداء، ممكن شعراء ماذا سنبدأ هلأ؟ هلأ سنبدأ بالبراونيز هلأ أول شيء نضع السكر بعدين بعدين نضع البيض نحن نضيف بيضة بيضة على السكر ونحرك نحرك شوية بعدين نضيف البيضة الثانية تماماً هلأ، هلأ نحركه شوية صغيرة، بس شيء أنه مجرد لا يختلط شوية صغيرة يتجانس المزيج يتجانس المزيج هلأ، بعدين نضيف السكر الزيت مرة واحدة نضيفه لأنه من الأخير كليات اللي بيجمع كل المكونات مع بعضها هو الطحين والكاكاو تماماً راح نظل نحرك فيه ولا لأ؟ شوية صغيرة، بس لا يأخذ شوية صغيرة هو بالعادية الزيت ما بينتزج مع باقي المكونات دائماً فايش فوق الزيت طبعاً نعم وهلأ هلأ ممكن نضيف الكاكاو طيب، شايف ليش مو بالخلط مثلاً ما في داعي هاي الخلط لأنه هاي الوصفة ما بتعتذب خلط كثير مجرد خلط بسيط أوكي هلأ الكاكاو طبعاً بيأسر كثير إذا نوعيته سيئة في كثير أنواع جيدة بالسوق في أنواع مالة كثير ممتازة طبعاً بس نحن ننقش شي الوسطي أكيد اللي قادم دائماً يكون متوافر عنا بالبيت أكيد أكيد هلأ مرحة رشة الملح ليش رشة ملح؟ رشة الملح للشوكولات بتحب الملح هتعزز النكهة وبتظهر نكهتها أوكي تمام طيب أنا رح أخذ من عندك شايف هدول أمم سلحظ لك ياهون سلحط لك ياهون على الجنب تمام أوكي هلأ بنحط نصف معلات باكين باودر مهم بعدين ونصف معلات فانيليا مهم أوكي وبعدين هلأ ما بيأسير إذا حطينا هايئة هاي أو هايئة بالكامل فانيليا أو باكين باودر لأنه بالأساس كلياته سيختلط مع بعضه كلياته هلأ رح نضيف الشوكولات أول الشوكولات منحلي للآخر الشوكولات للآخر شي منضيفه شورت ندوبه مثلاً لا 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 أريد أن أطع آه تماماً هلأ نضيف الطحين اللي هي كاسة طحين عادي طحين عادي موجودة بالسوق هي لا بده كثير نوعية جيدة من الطحين عادي من الطحين هلأ بيسمع بيقولوا فيه الزيرة والفرثة تماماً تماماً الشيء للحلويات ويظن فيه شيء للخبز أنا ما بعرف تماماً انت رح تزبط لنا ياهون هلأ المعلومات الصحيحة هلأ رح نختار نحن للحلويات الطحين هلأ عادي بالنسبة لأكل هذه الوصفة تحين عادي تماماً تماماً هم 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 هلأ طريقة البراونيز هلأ هلأ كثير سهلة كثير سهلة كثير سهلة البراونيز على فرها أوكي هلأ رسنا نجيب الشوكولات هنقطعها هنقطع تماماً همهم يعني هاي إذا تاخدها عند أخذ فنجان له هو الصوح بكون كثير مع ترسل البيت لازم تجاهزها بالله حتى نتفيق الصباح تماماً وتضعها على السماء وتضعها على صباح الخير تماماً وتضعها على فنجان القهوة تماماً لأنه هي بدأ تقريباً أربعين دقيقة للفرن اللي نضعها على بي ما تستوي ونستناها شويلة تبرد تأخذ أربعين دقيقة تقريباً بين ثلاثين والأربعين دقيقة على هوا قوة الفرن وهوا نوع لطحين تمام بأسن طيب نحنا المقادير اللي عملناها وقدمناها هي بتكفي لكم شخص بالبيت؟ تكفي لنا أربع أشخاص أربع أشخاص أربع أشخاص إذا حبينا نكتر نضاعف الكميات طبعاً نضاعف الكميات فنضاعف الكميات التي تعطيتنا اليوم تماماً هلأ البرونيز هيك تريباً جاهزة بس بدنا نحطها بالقالب ونحطها بالفرن بالقالب طبعاً ما نحط له ورقة تحت ورقة زبدة نحنا اخترنا هذا القالب صحيح طيب وإذا لم نعننا ورقة زبدة بدنا نضهنه منيح بالزبدة للقالب زبدة؟ وفي شي تاني لازم نضيفه؟ لا لا أوكي تماماً رح نضيفه ونجهزه طبعاً أوكي نحنا بقية عنا قطعة شو رح نعمل هلأ هاي مستخدمة للتزيين لما نشوفها اشتراً بصية الأخيرة وتتقديم بدنا نسييخها بدنا نسييخها بدنا نسييخها مع شوية الزيت نباتي أيه بدنا نسعي صوس شكولة آآ مشان نحن نضيف فوق القالب بعد ما بيكون يستوى تماماً هو بالفرن أو لا بعد ما يستوي يكون ساخن منضيفه؟ تماماً بعد ما يستوي تماماً ونقطع بعض التقطيع منضيف صوس الشوكولة همه هلأ ممكن تحطي لأنتي هالشوكولة ممكن تحطي لسكر وممكن ما تحطي لسكر بس يفضل إنه بلا سكر لأنه هي بشان تظهر النكهة الأساسية يعني أنت عم تهدي شوكولة ما عم تهدي كاكاو تسوي الشوكولة مهم مهم ما بيأثر الدكتور شيف عفواً عم نسمع بالكونترون دكتورنا صار جاهز بشان نقدم فقرتنا معه شيف ما بيأثر إذا كانت الكاكاو غامقة وإذا كانت الشوكولة فاتحة ما ممكن يتعارض اللونين مع بعض هي بتجي تبعاً لزوء ست البيت شو بده بتساوي شو بده بتحط بده تحطها شوكولة غامقة ما بده فيه ناس ما بتحب الشوكولة الغامقة إنو مرة شوي هي فيها شوية مرار وفيه كتير أنواع مثل ما إنها شوكولة بالسوق ممكن تضيفيه على زوءك يعني مهم قدي لازم ممكن ست البيت يعني تحمل الفرن كما نحن نشغل فوق وتحت تحت بس مجرد أنه تحت فوق مجرد أنه تحت فوق لأنه هي بالأساس بتشوفيها بس تطلع هي بتنشف من فوق وتصير بتشقق تمام؟ هي موديلة هيك أحياناً بتخاف ست البيت إنه ليش هيك صار موديلة هي موديلة هيك لازم تكون متشقة من فوق إمتى لازم أشغل فوق؟ آخر شيء يعني إذا لقيتها لساتة طريقة هي لازم تكون لساتة طرعية من الفرن لساتة فيها تراويه ما تكون لساتة إناشفة تماماً والله بتصير بتحطي بعدين بس تنشف هلأ شايف ست البيت دائماً بتخاف إنه أنا بعد ما حط قلب إنه قبل بوقت إذا شلط أو شيء إنسان يخفوص أو ما عاد يستوي استواء كامل ممكن تصير هاي القصص يعني عند الستات اللي مانون خبيرين تماماً هاي ما في داعي هاي ما بتخوف كثير بالفرن ليس مثل آلة بالكيك تماماً لأنه هي بالأساس هي طبقة كيك رئيئة تماماً ما لاسميكة وما في داعي ما بتخافي إنه تخفوص أو أي شيء بس هي بالأساس كما قلنا بدنا نطلعها شوية طرية لانه هتكون طرية والناكلة بتكون فيها علكة خفيفة أوكي بدي أستلم إيديك وأكيد رح نشوف الشكل النهائي أكيد رح أتركك هلأ تكمل حط لنا يا بالفرن لحتى نحنا ناكله بآخر الحلقة شكراً كنتي لقى لك يا شيف أكيد هلأ رح ننضم لضيفنا لحتى نشوف فقر يسع صباحكن عن جديد يعني متل ما خبرناكم ببداية حلقتنا الشيف اليوم حضر لنا أكلتين هي البراونيز وصلطة البطاطا شوفنا يمكن معك شيف أنت ونور كيف طريقة تحضير البراونيز الخطوات الأولى رح ننرجع نذكر بسلطة البطاطا شو الغراض وشو الخطوات التي منحتاجها حطينا البراونيز بالفرن صارت بالفرن تمام هلأ صلطة البطاطا لدينا ثلاث حبات بطاطا مقطع مربع مكعبات تمام حطيناهن نحنا على النار أول شيء نحنا بعد ما قطعناهن عم نسلقون قبل يعني موهنن وبقشرون لسه تمام تمام عنا بصلي مقطع نعمة عنا ثلاث حبات بندهورة مقطعين مكعبات تمام عنا حمض وعنا زيت زيتون عنا ملح ورشة فلفل أسوات خفيفة ولزينة مستخدم فلفل نعمة مقطعها وبدونة مقطع نعم تمام هلأ الحمز يمكن شايف كثير في ناس هلأ استغنت عن الليمون تمام عم تستخدم بدائل يعني في ملاقي في أناني هي بتكون معصورة أو ممكن في ناس كثير عم تستخدم الحسرم تمام بيعطي نفس الحموضة هلأ مو نفس الحموضة غير الطعمة تمام بسلطات بالذات لأنه عم تتعاكلين ني يعني ما في ناس ما تتقبل طعمة الحسرم بالذات لأن الحسرم مز آآ تمام يعني الحمض قاسي شوي تبع الحسرم تمام بيشد شوي تمام في ناس بتحبهم بس ما باليدي حيلة شايف بدنا نتأقلم معه تمام طيب شو الخطوات اللي رح نعملها هلأ نحنا حطينا البطاطا على النار تمام قطعناها بعد ما قطعناها حطيناها على النار نحط بمي سخنة ولا بتفرط حبيت البطاطا عشان تظل محافظة على شكلها تمام بس منستناها ومنحط نحنا هلأ حنحط لبين ما تستوي البطاطا منحط البندورة تمام طلعنا ثلاث حبات بندورة مقطعة مقطعة عمنا البصل أوكي هلأ منحط الحمض حمض ورشة الزيت أوكي نحط فلفل وملح رشة فلفل خفيفة لس مجرد للتأمكي هي عشان ما طلع فيها حدودية يمكن زيادة تماما تماما ملح على التأذير الملح على هو الرغبة هم في ملح شايف منحسه ما عم يملح تماما يعني مثلا إذا نحنا بأكل من الأكلات عم نقول إنه بدنا نسمى علاقة ملح صغيرة ممكن حط مع علاقة ملح صغيرة لا هي ما تماما تماما تكون نوعية الملح سيئة تماما هلا كأنه الأنواع هالفترة ما كتير عم تمليح مصنوفة تماما هلا بدك تكون نوعا ما لازم يكون كريستالي تماما هذا هو النوعية الزريفة أوكي طيب هلا ما ننتهر البطاطا نشوفها إذا سلقات صارت منيحة تقريبا أين صارت جاهزة في داعي مبرد البطاطا شايف أولا لا 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 بلا عكس لأن البطاطا غير مبدأ الماكرونة تماما تماما نحنا بدنا إياها سخنة لكي تمتص كل السوائل اللي حطينا على الحمض والزيت تمتصوا تماما تمام نحطها مثل بمصفاية تماما نحن نحن نطعها بشكل مربعات تماما مكعبات صغار تماما ومثل ما قالنا نحطها بمي بردة شيف بالبداية حتى ما تفرت معنا البطاطا تظل يمكن شوي هكي أسيا تظل بهذا الشكل هاد محافظة على شكل هاد تماما هي البطاطا الحقيقة طيبة بكل أنواع واشكال هنا هنا لوايات بطاطا جيدة بالسوق كمان هي الزريفة هلأ هي كأنه البطاطا عم يقولوا زريفة تماماً مالحة بسموها بس ما بتحلوان أو ما بتسودي ممكن إن كان على القلي أو على أي شيء طبعاً نحن نقطع البطاطا لبينما نجهز باقي الغراض أول شيء منحطها بمي من نقعب مي بشي ما تسود البطاطا تمام تمام هلأ نصفين المياه نطفي الغاز شيف أو؟ طبعاً نطفي الغاز لازم نطفي الغاز أوكي هلأ نحن نقلبهم مع بعض نرجو عن زكا نحن نعمل سلطة البطاطا مثل ما قال الشيف حاطسي نحن مطعيم بنادوريا مطعيم بصار تمام حتينا شوية حمض وشوية زيت وأكيد ملحه في الفول والبطاطا نحن سالقينا كنا على شكل مكعبات تمام في ناس بتفضلها بساوية بطريقة ثانية هي مع الميونيز كمان ممكن كمان بتطلع طيبة تمام مع نفس المكونات شيف؟ بس مع مايونيز أو هون شو من غير من دوم بصار ومخفف كمية البندورة ومنحط فيها شغلات ناشفة أكتر هي مثل الفلفلة بصير تدخل من المكونات الأساسية شفت مره هدا بيحطوا بقلبها بازالة كمان بازالة صارت قريبة على السلطة الروسية تمام تشبه صارت السلطة الروسية ما مانتعنا براسة صارت السلطة الروسية تمام تمام هلأ نحنا هيك جاهزا نحط رشد بقدونس خافيتة بشان تعطي لون حلو منخلط تماما تماما بهذا الشكل هاد هلأ نحنا بس جاهزين للتقديم تمام أخر شي بس من أجل، بالفلائب كما يجينا بالفلائب نحنا بشي بسيط كمان، رشد بقدونس خفيتة يعني كثير الأكلة سهلة وخفيفة نظيفة يعني سلم إيديك شيف رح نشوف أكيد آخر الحلقة كيف طريقة التقديم وحنشوف كمان أكيد البراونيز بشكلها النهائي شكراً كثير شيف رح أرجع أنا أكيد أنضم لك تمام صوس الفريز تمام فوق بعض هلأ الصوس الشوكولات مثلما ندوبنا الشوكولات نحن تمام وحطينا شوية زيت نباتي بشان ما يأسى تمام سلم إيديك يا شيف المنظر كثير طيب والبطاطا كثير جداً لحط الأشخاص كمان اللي عندهم شوية دايت بقدروا يأكلوا بمثان يوم بالأسبوع أو يومين نشويات فهي كثير مناسبة وحتى كمان يعني إذا ست البيت حابة تريحها ففيها تعمله لهي السلطة وكمان فيها نعمل بسمون هاي 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 إذا بدأ أبدأت شكراً